بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الحقيقة نحن اليوم بسعداء بهجود خول البروفيسور المحمور والوحفة البروفيسور الفاقم الدقيق في مناقشة الدكتورة التي تشرفت بالإشراف عليها أخونا الدكتور من الآن أبو بكر الحقيقة أنا اشرفت على العديد من الرسائل ولكن هذه الدكتورة كانت الدكتورة مميزة صراحة وهذا ليس رأيي وليس تحييزا لأنه أنا شهادتي في أبو بكر مجروحة لكن هذه شهادة زملائي أيضا شهادة زملائي أن هذه الرسالة استوفر كل شروط البحث الهم ونحن بإسم اللجنة المواقرة والحاجة أن نعلم يعني إبتياز أخونا أو بكر لدرجة وليله درجة الدكتورة التي أتشرف أن يعلن أخونا البروفيسور محمود ينابطا عن اللجنة أخونا بإسم اللجنة ونحن أتدنا أن يتكلم بالإسم اللجنة فنحن أعلم بالإسم اللجنة الله الله إنه جميل جدا جدا حقا لنwordsه في هذه المعارضة ملاحظة في المساء التي دعونا أشعر مناعي بشرين أشعر 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 وليسعر على العمل حسب أشعر أبو بكر يفعل أنه جدا مقال أشعر مقال أعشعر أشعر 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 لأنني أعلم أنه كما يتعلم أنه لقد قمت بعمل الكثير من عمله ولكن لا يمكنهم أن يستخدم أو يمكنهم أن يكون مستخدم إلى عمله الدكتور أبو بكر. أنا مرحباً بالنسبة لي أن أردت كل هذه السؤال فهذلك كما يفعله من تلك المزيد قبل نفسيا ولكن لأن هذه السؤال كانت تلك جدون أو جدون الذي أفضلها من تلك المزيد وأحب الأمر كبير ولكنذلك كما نؤمن هو المعبن tenemos خلقنا هناك بعض الأشياء هنا وبأيضا وعلى عنه لتحكي وعلى عنه لتحكي وعلى عنه لتحكي الذي يتحكي في تحكيه ومن الممكن أن يتحكي قليلاً بعض الناس من الناس وعلى عنه من هذا عمل أفضل بشأنه وعلى عنه لتحكي هذا العمل تأتي في مقابل التعليم مع العلومات والعليمات للعمل العملية. يستطيعون كل مستقبلة سابقًا من الهجراء من المنطقة إلى النهاية. ويقوم بعمل ممتقراتي. يستطيعون هذا العمل. ممترجم بها. ممترجم من أجلسل. مرحباً ما شاء الله أمور بخدتك في الرجا والنساة كفى الدين شاطر وبعدانه في انجليزي أشطر كمان ومعادة ليك الكلام للغوب بالانجليزي والضلائل والذي خير في الزكسن في جاء الله يتكتلون على الإسلام والمسلمين نعرف نشخصي الإسلامة من الانجليزية الدعوة الان حاجة اقول الغحة و miaشاالله يختلف معي هيا هيا اثناء لا اقول والله يزود للناب اللي حاجة بكل والله والله لا 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 تصر شفته بعدين انا في حاجات كده اشوف الليك يعني ان شاء الله نكون very useful يعني انصال كده ممكن تعمل research يعني هيه هو ما شاء الله طبعا نشر نشر حتى للصدرية يعني اسموه في نفسك يعني بعدين والله انا شفته يعني اقول لك بل ايه بل ايه انا كتب تعمل بجريد ما كتبت قبل كده عن طريق جد يعني ايه بل 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 ايه اوислين favored or examiner's who helped me and walked me along the way towards completing my project of the PhD degree in intercultural communication in a way that satisfied me and gained appreciation of all the examination Communist member I took this opportunity to issue my sans and since their sense of gratitude to firstly my supervisor professor Muhammad Al-Ameen al-Shingiti the presidential translator for his great help and valuable support throughout my or throughout the time of doing my PhD thesis he was so helpful and very kind supervisor I thank him very much also my sense of gratitude and thankfulness go to the two examiners professor Mahmoud Ali Omar and professor Fatima could be solid who improved my work corrected my errors and helped me so much to improve my work in a good way the title of my thesis is the religious identity as portrayed in the works of Chino Achebe things fall apart and particular things fall apart and so the Sun houses the bamboo stock the thesis table is studied and analyzed in a deep way the illustration of the religious identity concept and some other related concepts like religious pluralism and religious conversion and identity crisis and so many other concepts in a good way that added something new to to the fold of intercultural communication it analyzed the work of this well-known writers in two different communities that witnessed cultural clashes one of them in Africa and the other in Asia the African society was a Nigerian society in the time of Bosque colonial era and the other is the quality society in Asia also was not witness some sort of cultural clashes the study came up with so many results and good findings in the field the most of which was that if people follow follow the true religion as it is originally taught the whole life will be in harmony and the people will live in peace as if all the people agree in a single religion upon which the whole lifestyle will spring this can be one of the remarkable findings as noted by one of the examiners in the negotiation of the study or the discussion the discussion حقيقة أنا شاكر لله سبحانه وتعالى أولاً على منه وفضله وكرمه عليه بإكمال هذا البحث الذي وصف من خلال المناقشة واللجنة التحكيم بأنه تفرد في مجاله فشاكر لله سبحانه وتعالى وهو المتفضل علي وعلى كل الناس سبحانه وتعالى ومن ثم أنا شاكر أيضاً لهؤلاء العلماء في مجال اللغة بروفسر الشنقيطي وكان المشرف عليه المشرف الداخل الخارجي على الرسالة ومعه دكتورة ولداني عقوب وكذلك الممتحينين الاثنين بروفسر محمود علي عمر وبرفسر فاطمة قطبي أنا شاكر لهم جميعاً على ما قدموه لي من الخدمة التي هي جزء من واجبهم اللي بقدموه لكل الطلاب وما اختصوا عنها بشيء إنما هي عادة كما عرفت من حالهم فشاكر لهم جداً على ما قدموه من العمل ورسالتي كانت تتلخص في دراسة الهوية الدينية وما يتعلق بها وتحليل الشخصيات دينياً من ناحية اللغة فأصلاً مجال تحليل الهويات إن كانت دينية أو عرقية أو ثقافية أو غير من مجالات الهوية هي من مجالات دراسة علم النفس وعلم الاجتماع وغيره ولكن أدخل هذا المجال حديثاً في دراسة اللغة والحمد لله سبحانه وتعالى والفضل والمنة منه وفقت في دراسة وإدخال هذا المجال في مجال اللغة وتحليل الشخصيات والمجتمعات من خلال ما يتكلمون يقدر الإنسان بعد ذلك يحلل التدين بتاعه ودرجة التدين وليه هو ادأثر دينياً أو ليه هو ما ادأثر وإلى أي حد كان تأثره الديني له انعكاس على حياته في المجتمع عامة وكيف يعني المجتمع يقدر يحقق الاستقرار والنماء ويعني الانسجام في حياته العامة من خلال التوجه الديني فركزت فيها على دراسة نموذجين أو توسامبولس يعني من واحد منهم أفريقي والتاني آسيوي ويعني انصبت الدراسة على المجتمعات اللي شهدت شيء من الصراع الثقافي أو الصراع العرقي لاختلاف العرق المعين أو لاختلاف الديانات وكان المجتمع في صراع خاصة اللي يعني كان نتيجة للاحتلال أو الاستعمار فالحمد لله طلعت الدراسة بنتائج يعني زي ما تكلم عنها البرفات في أول الفيديو فحبيت أدي فكرة قليلة عن الرسالة مع شكري وتقديري لكل من ساهم من الإخوة والأحانوني من الأهل والأقارب أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد السلام عليكم ورحمة الله شكرا